ضمن منهاجه الاسبوعي في استذكار الرواد العراقيين احتفى بيت المدى للثقافة والفنون في شارع المتنبي بالفنان الراحل نور الدين فارس بمشاركة عدد كبير من الفنانين والمثقفين الذين اكدوا ان الجلسة اعادت نور الدين الى الوطن برغم رحيله في ارض الغربة جلسة اليوم اعادت فنان عراقي ومسرحي ودرامي كبير الى العراق بعد ان ذهب او هرب الى المنفى الذي استقر في هولندا وهو الفنان نور الدين فارس الذي كان يأمل ويتمنى ان يكون في العراق وفي ظل ظروف افضل وفي ظل ظروف احسن ولد نور الدين فارس عام 1936 في قضاء المقدادية بمحافظة ديالا ودرس في محد الفنون الجميلة قسم التمثيل والاخراج استطاع باسلوبه المتميز ان يخاطب شرائح مجتمعية مختلفة مستثمران موهبته القصصية في كتابة نصوص مسرحية قدم الكثير منها على خشبات المسارح العراقية اختار المنفى هربا من السياسات الدكتورية وانتقل بين بلدان كثيرة ليستقر بعدها في هولندا التي انتقل منها الى مثواه الاخيرة نور الدين فارس حاول بطريقة ذكية ان يخاطب شرائح الاجتماعية وان يوضح الصراع الطبقي لناس بسطاء بيناتهم هؤلاء الطفيليين من تجار ومن منافقين ومن قتله ومن لصوص استطاع ان يستثمر موهبته القصصية ودراسته للأدب واللغة العربية خير استثمار في كتابة نصوص مسرحية قدم الكثير منها من على خشبات المسارح العراقية وفتحت جلسة الاستذكار هذه البابة امام تساؤلات عديدة حول اسباب اهمال الفنانين العراقيين الذي يعاني الكثير منهم على فراش المرض دون اهتمام من الجهات المختصة المتتبع المنصف يجد يعني ليست هناك استحقاقات بل ربما احيانا ليست هناك رعاية ليس هناك اي اهتمام بصراحة هناك الكثير من المرضى من الفنانين بحاجة الى مساعدة يعني لارسالهم الى خارج العراق او يعني تقديم ما يمكن تقديم لهم داخل الوطن وتشكل مثل هذه جلسة والفعاليات انصافا ولو بسيطا لرواد العراق الذين طرزوا تاريخهم باعمال فنية متميزة من بغداد صالح الطيب المدى المدى